اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الجولة الثامنة عشر لدور أدنك للمحترفين انطلقت فعليا وبدأت الأمور في فرق الصدارة ما بين لعبة كراسي موسيقية فريق يقادر مركزه وفريق يتصدر لأربع عشرين ساعة وفريق يعود للصدارة مباريات كبيرة مباريات فيها قمة وقمم كبيرة أما القاع في هذا الموسم هادي تماما المواجهات الثلاث التي لعبت الليلة سنتحدث عنها حيث عاد فهود زعبيل بفوز ثمين من الغربية وهي ذات الحصيلة التي عاد بها العنابي من دانة الدنيا أمام العميد الذي لم يعد عنيدا أما مسكو الختام فكانت من الإمارة الباسمة التي احتضنت قمة الجولة بين الملك وفخر العاصمة تفاصيل هذه اللقاءات سنتحدث عنها في ملاعبنا مع ضيوف الأعزاء كل من الكابتن والأستاذ علي حميد يهلا ومرحبا مرحبتين بابد الرحمن مساء كلاب الخير مساء الخير يا جماعة مساء الخير على مشاهدي قناة الشارع الجليل وكذلك يتواجد معنا في هذه الليلة الكابتن عبد المجيد النمر يهلا ومرحبا مرحبتين بابد الرحمن مساء عليك على أستاذ المشاهدين وعلى الزملاء بابو محمد وابو يوسف وكذلك يتواجد معنا الكابتن أحميد يوسف سهلا بعد رحمن نور عاد فهود زعبيل من الغربية بفوز ثمين عزز موقعه في وصافة الدوري وحافظ على فارغ النقطة مع المتصدر بينما تأزم موقف أصحاب الأرض أكثر وأكثر في قاع الترتيب وبقى على حاله ويحتاج العمل الكبير فيما تبقى من جولاته رحل الوصل إلى الغربية لمقابلة فارسها المتعثر بنتائجه السلبية هذا الموسم وعينه على استعادة وصافة دورينا وحصر الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر الإمبراطور دخل اللقاء وعينه على نقاط المباراة الثلاث وهو ما أكده بالضغط الكبير الذي مرسه الفريق على دفاعات المستضيف والذي نتج عنه أول الأهداف عن طريق هداف المدافعين هذا الموسم في دورينا سفيان بوفتيني مستغلا دربكة غريبة في دفاعات الضفراوي مع نهاية الرمع الأول من اللقاء هدف بقي صامدا حتى نهاية الشوط الأول رغم الهجمات المكثفة من فهود زعبيل الشوط الثاني لم يختلف عن سابقه سيطرة واصلوية تامة ينقصها اللمسة الأخيرة استمرت حتى قبيل نهاية مجريات القسم الثاني بلحظات بهدف ثاني عن طريق الأرجنتيني توماس شانكالاي بعد ارتداد الكرة من العارضة وعلى إثرها عاد الأصفر لدبي بفوز هام وثلاثة نقاط ثمينة عزز بها موقعه في الوصافة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من خلال المباريات اللي خاضها يعني اللاعبين يقدمون أفضل مستوياتهم في مرحلة حرجة من عمر الدوري وفي توقيت يحتاج كان فيه الوصل للثلاث نقاط وهذا ما تحقق أمام الظفرة اللي أحيانا يحضر بمفاجآت في الغربية تحديدا بمحمد الوصل خذ المطلوب خذ المهم خذ اللي يريده من المباراة ثلاث نقاط اتي من الغربية صعبة في بعض الأحيان فيه فرق صدارة راحت إلى الغربية خسرت نقاط اليوم الفوز هذا يعزز موقع الوصل في جدول الترتيب ويجعله المنافس الأغرب للصدارة عبد الرحمن أولا نقول مبروك للوصل وهارد لك للظفرة الحقيقة دوافع الفوز كانت حاضرة لكن الهداف تختلف هدف الوصل أنه يظل موجود في الصدارة هدف الظفرة أنه على الأقل يعني يبدأ يلحق الفريقين اللي جداما اللي موجودين النصر أو البطايح لذلك المدرب بدر لدريسي اللي يعوض السيربي في سلوفينيش كان لتصريح أن أنا سأعتمد في البداية على الجانب النفسي وهو محق لأنه في ظرف في التوقف هذا اللي حصل عشان مباراة السوبر يعني سبوع شو يقدر يسوي فطبيعي حيروح للجانب النفسي لعله وعسى اليوم تصريح اللاعبين عقب المباراة يقول لك إحنا أدينا ونعتقد بقرارة أنفسنا أن إحنا أدينا أفضل مباراة لنا هذا المفسم هذا حسب كلام بعض اللاعبين طبعا تعادل البطايح ويا خور فكان صعب من مسؤولية ومهمة فريق الظفرة نعم وهنا المشكلة المشكلة أن الفريق هذا لما اللي قريب مني يقدر يكسب أو يتعادل الفريق يتأزم نفسيا بس الشيء كذلك الجيد بالنسبة لهم أن الفريق القريب منه من نصر اليوم كذلك قسر من الوحدة صحيح على العموم دعني أرجع للوصل أنت اليوم مع فريق حالة خاصة صراحة حالة خاصة ليش لأن الوصل الفريق الوحيد اللي يلعب بهذا السيستم في دوري أدنك تقصد من غير مهاجم بدون مهاجم المهاجم من الوهم يسمون صحيح عنده ما شاء الله ثلاثة قلنا ما شاء الله ثلاثة طبعا يطلعني يقول لك إبراهيم يطلعني وبحرقة نعم مركز مركز ويدا هميد عنده ثلاثة لاعبين نعم شانكلاي علي صالح و ليمان و ليمان ثلاثة يفكون أي شفرة شفرة أي دفاع والدليل الفريق حتى الآن في سبع مباريات ما خسر عنده أربع انتصارات و عنده ثلاثة عادلات هذا عشان نوريك مدى قيمة هذا الفريق فأني شي حقيقة المدرب عامل شخصية لهذا الفريق فيه كريزمة لهذا الفريق نعم فيه السيستم تقدر تشوفه يختلف عن كل الفرق أنت لو تلاحظ الوصل في السبع مباريات الأخيرة حتى الموريث اللي يتعادل ستشوفه ما تغير في السبع مباريات لا في السيستم لا في الأداء لأن فيه نوع من عندهم إصرار عندهم عزيمة غير عادية نعم و لو تلاحظ في السبع مباريات تشوف الفريق ما تغير أبدا أبد يلعب بنفس السيستم بنفس الروح بنفس الفكر و عندهم ذكاء غير عادي موجود و الفريق يلعب ككتلة وحدة و فيه ترابط في الخطوط من حارس المرمى و أنت طالع إلى الثلاث اللي جدام لذلك حتى الآن هذا السيستم اللي ما شف فيه الوصل عمل مشكلة للفرق الثاني المقادرين حتى الآن يتعاملون معه صحيح متى الله أعلم المباراة القادمة الجولة القادمة ستكون جولة حاسمة بالنسبة للوصل إما أن ينطلق بقوة أو أن يتوقف لأن المباراة بالنسبة للشارجة حياة أو موت صحيح حكيد بلا شك فهذه هنا إذا ظل الوصل بنفس الروح بنفس الفكر أعتقد صعب حدي وقت صعب وبعدين الفريق على فكرة حتى التوقف خدمه صحيح خدمه كثير مثل ما خدم الفرق الأخرى قد يكون ضر فرق لكن خدم فرق من ضمن اللي خدمهم الوصل الحقيقة أنا وحيي الوصل وحيي الروح القتالية الموجودة وحيي حتى الذكاء الفطري اللي أصبح موجود عند اللاعبين وحيي فيه ثقافة الفوز اللي أصبحت لأن نحن نقول دائما مكسب يب مكسب صحيح هذا اللي حصل الآن بالنسبة للوصل مكسب يب مكسب والشيء الجميل أن الأربع خمس فرق الموجودة والأربع فرق صارت تضغط على بعض قبل شوي قبل أن ندخل الحلقة قلنا أن الجولة القادمة ستكون جولة حاسمة بتافصل كثير من الأمور نعم يعني لأن فرق فيها قمم قمم كبيرة نعم صحيح قمم هذه ستتواجه بعض لذلك ستعمل نوع من المشاكل بالنسبة لموضوع الترتيب تقريبا كمتاع عبد المجيد فيما يخص الضفرة تقيير مدرب في هذا التوقيت الضفرة في هذه الدوامة لفترة طويلة بدر لدريسي كان موجود معك ساهم في بقائك استغنيت عنه في بداية الموسم جبت مدرب ما يعرف حاجة عن دورينا تماما رجعت الآخر بنفس الطريقة والآن رجعت إلى لدريسي وقبلها كنت أرجع إلى محمد غويض إذن الضفرة بنفس السسلم رغم اختلاف الإدارات إلا أن الفكر ما ذهب أبعد من ذلك هل المشكلة فقط في مسألة المدرب والتغيير رح يحل كل الأمور والله شوفوا عبد الرحمن بالنسبة لأي فريق اللي يحكم كل أدوات يعني متى ما كان عندك أدوات المدرب له دور ما يكون دور كبير يعني دائما نحنقول المدرب دوره 20% 30% ما يتجوز هذا العدد لكن الأدوات اللي تساهم في أداء الفريق وفي حقيقة النتائج نعم فمثل ما أنت تفضلت يعني الفريق الضفر من بداية الموسم يعني نتائجها كلها كانت سلبي ممكن فوز وحيد كان على شواب لهلي واللي كانت النتيجة الوحيدة اللي هي يعني كانت غريبة أما باقي المباريات أعتقد يعني ما قدر يفوز على حتى يمكن الفرق المنافس بالنسبة له باستثناء فوز واحد أعتقد على دبا نعم ففعلا يعني ما أعتقد أنه كان لحاجة لهذه التغييرات اللي حصلت ومو بس الفريق هذا حتى فيك فرق كثيرة يعني 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 تحطي يعني مدرب في نهاية الموسم عارف الفريق عارف كل خبايا الفريق موجود في النادي مسكت الفريق وقدر بشكل سريع يغير لك شكل الفريق ويحقق نتائج والعام الماضي أنا كنت موجود في الدور المحترفين بدر لدريسي مسك الفريق كان الفريق يخسر بالأربعة وبالخمسة لما مسك الفريق قام هو يفوز بالأربعة وقدر يعني في يعني يعني مهاريات محدودة يوصل الفريق للإدفار الأمان ليش يا أخوة في الظفرة ما أعطوا بدر لدريسي يثقى وخلوه يواصل ويبني فريق من بداية الموسم إذا أنا جاني المدرب في الختام ونجح في المهمة ليش ما أسندت المهمة في وجهة نظرك والله بعد رحمان هالسؤال يمكن يسأل في إدارة النادي لكن نحن وجهة نظرنا نحن يعني أنه كان على الأقل يعطى فرصة من البداية إذا ما مشت الأمور بعدين أنت مشكلة يعني لكن يعني شيء واضح بإيدك مثل ما أقول عصفور باليد يعني شيء واضح بإيدك بتدرب عارف الفريق عارف مكانيات الفريق ومش يعني هو موجود هاي السنة في النادي كان العام موجود من فترة طويلة في النادي يعني مش من سنة سنتين موجود فترة طويلة فأعتقد كان على الأقل ذهب على الفكرة للعربي هو بعد فترة هذه ذهب إلى دورة الدرجة الأولى وعاد بعدها إلى الضفرة صحيح بسأل أقصدك يا أبو عبد الرحمن هو كان موجود في الضفرة وعارف كل الخبايا عارف الأمور فمدام أنك مش هتوا إلى الأمور وفريق مش هزين وعارف اللاعبين يعني كان ممكن يعطى فرصة يعني فضل ببو محمد عندكم فضل بلحظة بس أحب أضيف على أبو فهد أن للأسف أنديتنا تعتبر بعض المدربين مدربين طوارئ لذلك أي واحد مثل بدر لدريسي نجح بشاذة الجميع نجح مع الضفرة وكان الضفرة قاب قوسيا أو أدنى كانت المنافسة بينهم بين العروبة ونجح في أنه يبقي الضفرة في دور المحترفين طب خليه يكمل هو عارف الأدوات الموجودة عنده واللاعبين ممكن يبدأ الإعداد بشكل أفضل ومش غريب عن المنطقة ولا غريب عن الدور ولا غريب عن لعيبة لذلك خليه يكمل أنت اليوم يبتل الحين لما تورط صحيح رجعت لي مرة ثانية فرجعت مرة ثانية صحيح لو كملت معا كان ممكن تكون أنت في وضعية أفضل عن الوضعية إضافة إلى مثل ما تفضل أبو فهد موضوع الأدوات صحيح وهذا عامل مهم جدا أكيد طيب بفهد في المقابل الوصل يمشي بثبات مميز لم نرى الوصل من فترة طويلة على فكرة الوصل في حال رغم غياب لاعب بحجم علي سالمين الذي يتفق على همية هذا اللاعب وغيابه الطويل إلا أن علي صالح تحمل المسؤولية مبكرة وخذ الأمور وقعد يقدم أدوار كبيرة في الوصل ما في شك عبد الرحمن واللاعب الذي في الارتكاز سياكا اسمه سياكا آخر سياكا فبصراحة علوة فعلا لاعب مميز جدا يعني معوض بشكل كبير غياب علي سالمين لاعب دكي جدا يعرف كيف يغلق خط النص يعرف يعمل ربط بين الدفاع والهجوم فأعتقد معوض بشكل كبير علي سالمين وتخيل علي سالمين يرجع ويكونون مع بعض أعتقد بكونون يعني نص رائع بالنسبة للوصل والوصل في هذه الوضعية الموجود فيها الحين ما أعتقد سيفرط في هذه الفرصة الوصل سالة سنوات يحاول أنه يكون من الفرق المنافسوي جاء يحقق الدوري سالة مدة طويلة فريق كبير له تاريخ فأعتقد أن هذه الفرصة ما سيفرط فيها وينتظر الصدامات التي ستحدث في الجولة الياية هو عنده صدام حتى هو جزيرة يلعب مع شرب لهلي والوصل مع الشارج والوحدة مع العين الشارج سيكون خسارتين متتاليات في الدوري بالضبط وهذه ستكون قاسية على الفريق وعلى ما يطمح أن يذهب بالفريق ويكون لاعب مباراة كاس هذه أيضا ستكون مؤثرة بالنسبة لفريق الشارج لا تعرف الخسائر التي سيطلع منها من المباراة هذه لا أقصد خسائر يعني من الفرق اللي في الصدارة اللي بيرتاح خارج من الكاس خارج من الكاس بيرتاح نعم وكل الفرق هذه بتلعب بتلعب مضغوط أكيد الوحدة الفريق الوحيد اللي مرتاح عند رياحي نعم صحيح سنذهب للمؤتمرات الصحفية وبعدها بنعود مع الكابتن الكبير أحميد يوسف بونا ستارليس أكيد مثل ما كنا بنتوقع مباراة ستكون صعب علينا الحمد لله قدرنا نسيطر على المباراة بعد الهدف الأول سيطرنا على المباراة وكان لازم نركز وركزنا أكيد الظفرة فريق يحتاج يحصل نقاط فكننا نتوقع أن المباراة ستكون صعبة ولازم نتابع الفوز لأن الفرق اللي فوق عبد فوز كله فلازم نتابع على هذا الطريق ونحصل دائما ثلاث نقاط أولا نبارك لفريق الظفرة خاصة أن نحن نلعب في ملعبنا والوضعية فهي وضعية صعبة فكنا محتاجين أننا نحاول نطلع بنتيجة إيجابية في بداية الشغط الأول فالفريق يعني ما دخلنا في المباراة ففريق الواصل نحاول أنه يضغطنا من بداية المباراة حاولنا أننا أننا ما نستقبل الهدف على أساس أننا مع الوقت نقدر أن نحن نتحكم في مجرئيات المباراة لكن من كرة تابتا استطاع فريق الواصل أنه يسجل الهدف الأول هذا الهدف الأول الذي يعطى ثقاء أكثر لنادي الواصل حاولنا أن نحن نحافظ على تركيزنا أنه ما نستقبل الهدف الثاني في نفس الوقت أن نكون يعني منظمين بشكل جيد ومن عبر هجمات مرتضة نقدر أن نحن نعدل في المباراة الشغط الثاني أعتقد أنه 30 دقيقة من الشغط الثاني فالفريق الضفرة سيطر على المباراة فكان يعني بقدم مستوى جيد حاولنا أن نحن نرجع في المباراة ونسجل هدف تعادل تحتنا بعض الفرص التي كان إمكانا أن نحن نستغلها لكن كان تنقصنا اللمسة الأخيرة فريق الواصل في آخر دقائق استطاع أنه يحسم المباراة من هدف تاني أعتقد أن اللاعبين فهم قدموا بشكل يعني قدموا مجهود كبير فالحمد لله أن الأشياء اللي هي إيجابية فالفريق أنه اللاعبين دخلوا بحماس دخلوا بإرادة قوية لتحقيق نتيجة إيجابية ما بين ثبات وهدوء بيتزي الكبير جدا والملاحظ من خلال قيادة للمباريات وحضورها للمؤتمرات الصحفية إلى بدر لدريسي اللي قاعد يحاول يعني شتى الطرق أن يأتي بطوغ نجاح من جديد عسى لعله يثبت أقدامه في دور المحترفين وهو واحد من المدربين الكفاءات المميزة اللي يستحق التواجد حميد على مستوى الوصل الوصل الآن يذهب في الطريق الصحيح تماما يعني بدت الأمور مع ضغط المباريات مع الوصول إلى الأمتار الأخيرة مع زيادة حماسة الجماهير اللي شهدناها من اليوم في الغربية كل الأمور تسير على ما يرام في الوصل فهل أصبح الوصل قريبا من الخروج ببطولة على الأقل في هذا الموسم أم لسه الأمور بأدري طبعا المنافسة قوية الموسم هذا والفريق ماشي بخطاء مثل ما تقول خطاء ثابت ثاني الترتيب فرق نقطة المتصدر يعني فالس في المباريات اللي منفروض يفوز فيها نعم في الفترة الأخيرة خاصة يمكن إذا تذكر قبل شهر قلت لك أنا إذا ياب العلامة الكاملة في الأربع مباريات الغادمة اللي كانت مباريات البطايح ودبع والديربي واليوم الظفرة كانت مباريات مهمة نقاط مهمة حقق حقق المطلوب في المباريات هذه حاليا كيف يدير المدرب الفترة لياية الفريق مع الفراق المناصة بتلعب مع الشارجة بتلعب مع الجزيرة بتلعب مع العين طيب في مقابل بعض الجماهير قال لك أن الوصل مباريات اللي في البداية هي مباريات أسهل نوعا ما ورح يتعثر في الصعب لأن الآن الوصل ما دخل مباريات الصعبة يعني أنت عندك شباب الأهلي المتصدل عندك العين عندك الشارج اللي جريح فقد تكون مباريات صعبة على الوصل المباريات الصعبة على كل فريقين التواجهون مباريات صعبة حاليا مثل الوصل حاليا في نظام معين يلاقي الفريق قوة من ناحية الدفاعية يمكن آخر ثلاث مباريات ما استقبل كلينشيت ما استقبل هدف يسجل والذي يسجلون متنوعين يعني لعبة عندها القدرة على تنوع مصادر التهديف كيف يتعامل مدرب الفريق في المباريات الحاسبة مثل المباريات مع الشارجة وفي ملعب الوصل كيف يتعامل مع هل من أن الوصل تقلب على الشارجة في ملعب نعم لذلك الأمور هذه كلها تكون تحت نظر المدرب وخاصة أن اليوم يعني مباريات الجولة الياية تكون تحت تأثير مباريات الكاس لأن فيها خروج المغلوب صحيح والفراغ تتواجه بعد الوحدة الفراغ الثاني يعني تتواجه مرة ثانية صحيح فهل الفريق الذي يخسر تكون عليه آثار كبيرة وتنعكس على مباريات الجولة أو أن ممكن أي فريق من الفراغ الفراغ على فكرة مهددة أن تخسر البطولتين صحيح لك الوصل اليوم فاز بقى المجهود طيب فكر المدرب أن أنت اليوم إذا أنت فريق منافس وتلعب مع فريق يصارع على الهبوط الهدف الرئيسي الذي تحط في بداية المبارة أن تسجل في البداية وهذا الذي حصل فريق سجل الهدف في دقيقة 15 تقريبا واستحوذ وضيع و كم هاي من الفرص جميل فريق ما زال يعاني دفاعيا يستقبل الهداف كثيرة ويعاني هجوميا أنه لا لديه قدرة على التسجيل في المباريات لذلك يمكن المبارات الظفرة والبطايح تكون فاصلة يعني فوز البطايح يبعد تماما عن الظفرة صحيح لذلك المباريات كلها صعبة تعتمد على تفكير المدربين مفهد بتكلم في مسألة تفرق الهبوط شو ممكن يسوي المدرب إذا تيبه في فترة ما في انتقالات ما أقدر أي بلعيبة ما أقدر أستبدل حتى خلاص أنت جبتني الآن في وضع صعب وصعب جدا وأنت واحد من المدربين اللي دخلت في هذه الدوامة في يوم من الأيام يعني تأتي في الأمتار الأخيرة يقول باختصار شوف أمورك مع الفريق شو يقدر يسوي المدرب الآن في هذه الأوقات وكيف ممكن بدر لدريسي يجاري هذه الأمور قد يتحسن الأداء ولكن الفريق الآن يحتاج لنقاط بأي شكل ملا شوف إذا كان في نتائج بالنسبة لأي فريق في نتائج سيئة بداية الموسم أنت قدرت تصبر لغاية الدقارات الشتوية وما غيرت بعد إغلاق الدقارات الشتوية أعتقد خلاص لا أدعي تغير المدرب لأن المدرب لم يتحمل أكثر عن 20% 30% مؤثر يكون على الفريق إذا كان عندك نية في التغيير غير قبل الانتقالات الشتوية يعني الآن ما يقول الظفرة غير مسؤول عن الإدريسي أي كانت النتيجة في الختام طبعا هو يحمل المسؤولية دائما هو وافق يمسك الفريق أكيد سيحمل المسؤولية لكن أنا وجد نظري أن لو كان في نية التغيير يكون قبل الانتقالات الشتوية على أساس المدرب عارف الفريق عارف الاستقطابات التي يحتاج لها الفريق أكيد هو متابع للفريق بشكل مباشر يقدر يغير بعض اللاعبين يستقطب بعض المراكز يقدر يسوي شيء أما بعد الانتقالات الشتوية سيضل عنده نفس المنظومة نفس الفريق نفس اللاعبين يمكن يكون تأثير أقل أقل من لما يستقطب اللاعبين فأعتقد الوضع يكون صعب مهم صعب جدا مهم صعب نذهب إلى اللقاء الآخر حيث رحل العنابي من عاصمتنا الحبيبة إلى دانة الدنيا دبي بهدف تحقيق الفوز بأي ثمن وهذا ما حدث فعلا و به رفع رصيد للنقطة السابعة والثلاثين بينما استمر العميد في ذات الدوامة متقلبا متلقيا عفوا الهزيمة العاشرة متقلبا في جدول الترتيب ثابتا في موقع لا يتحرك هذا العميد على الموسم غادر العنابي جميع البطولات ولم يتبقى لديه غير الدور ليبقي الأمل معقودا لدى جماهير أصحاب السعادة جولة أخرى ومنافس آخر ويبقى الهدف ثابت النقاط الثلاث بأي ثمن خصم اليوم العميد النصراوي الذي يسعى للابتعاد عن مناطق الهبوط مستغلا عامل الأرض والجمهور دخلنا النصف الأول بشكل غير واضح المعالم لينتهي بالتعادل السلبي وفي شوط المدربين كثف الضيف من هجماته سعيا منه نحو افتتاح النتيجة التي تأخرت حتى الدقيقة الثالثة والستين عن طريق رأسية الموهوب باقوندو الذي سجل هدف الحسم للمباراة الثانية على التوالي لفريقه مهديا إياه فوزا هاما رفع رصيدهم إلى سبعة وثلاثين نقطة متخلفا عن الصدارة بنقطتين بينما بقي الأزرق على حاله في قاعد ترتيب تعيدا عن الهبوط بفارق سبعة نقاط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أصحاب السعادة عادوا بانتصار مهم من ملعب العميد هذا الانتصار الذي جعلهم في دائرة المنافسة وقربهم أكثر من فرق الصدارة فوز مهم جاء في توقيت هام بالنسبة للعنابي بينما هذه الخسارة هي العاشرة للفريق الأزرق الذي بات لا حول له ولا قوة وينتظر حال حال البقية من خبر عاجل يأتي من فرق القاعد دبا مع الضفرة مع النصر نسخة متشابهة هذا الموسم لا يحصدون النقاط وإذا حصدوا نقطة فهذا شيء عجيب وغريب بالنسبة لهم محمد النصر في وضع سيء جدا توقعنا أن يكون أفضل بعد الانتقالات الشتوية توقعنا بعد عدد كبير من اللاعبين أنه على الأقل يخدم نفسه ولكن النصر الآن الذي يخدم الفرق الذي تحته على فكرة إذا ما هبط النصر ليس لأنه زين لأن الفرق الذي تحته وضعه أسوأ أكثر منه والله ما أقول لك الواحد يعز عليه فريق مثل النصر يكون بهذه الصورة وينحط بهذه الوضعية فريق في يوم الأيام كان من الفرق الذي تنافس على البطولة الآن تنافس على الهبوط أو تحاول أن يتهرب من مأزق الهبوط المشكلة ترى ليس مشكلة لاعبين بس مشكلة لاعبين في مشاكل إدارية في تراكمات صايرة وبالتالي الآن طلعت يعني أحيانا تراكمات هذه ظل موسم موسمين ثلاثة وبعدين تطلع لذلك هذا اللي حصل الآن بالنسبة لفريق نادي النصر تعال شوف أخذها كم مدرب غيره الانتدابات اللي يسووها هل الانتدابات اللي يسووها على مستوى الطموح أنت لما عملت انتدابات عملت انتدابات في الاشتاء دائما انتدابات الشتوية هذه ما تيبلك أفضل نوعية صحيح لأن هذا إلا إما ياسين على الدكة أو مصابين والأندي بتعطيك يوم على أساس أنت تأهلهم عشان يرجعون مرة ثانية وهذا اللي قاعد يحصل ثاني شيء أنت ما رح تحصل كواليتي هذه مشكلة هذه مشكلة اليوم أعطيك مثال بسيط ملابع النصر اليوم قد يكون لعب مباراة هي الأفضل بعد مباراة الشارج لكن في النهاية المحصلة خسر صحيح لماذا خسر لأنه ما عندما يخلص الهجمة ملابع قلنا جبتك يا عبد المعين تعين طلعت يا عبد المعين تبقى تنعان هذا هو ملابع اللي شفنا اليوم طيب هذه وضعية رهاد مجيدي كان محق لما قاعد على الدكة فترة طويلة طبعا لأنه ما قدم شيء في تحاد شلبه ومن الطبيعي أنه قاعد المدرب الآن شفتوه أنتو لا أطالع زعلان هو صاير زعلان عن نفسه لأنه لم يقاعد يرضي طموح النصراوية النصر الآن بهذه الوضعية قاعد صاحب عن نفسه لكن ماذا ما تفضلت قبل شوية أنه ليش فعل أنه الفرق الأخرى قاعدة تخسر يعني اليوم تخيل لو الظفرة فاز كانت الأمور صعبة جدا ستحطها في وضعية صعبة تحس لعيبة النصر في لحظة من اللحظات تحس مجدودين شفناهم في المباراة اليوم مجدودين وهذا طبعا نتيجة اللي قاعد يحصل عندهم على موضوع النتيجة النصر لو لعب بها الطريقة وبها خط الهجوم اللي شفناه ما لما يكون فيه تغيير أقول لك لو يلعبون ثلاث مباريات وراء بعض ما رايح يسجدون والدليل اللي شفناه اليوم الفريق يخلق فرص لكن ما في من يسجل ما عنده مهاجم ما عنده حد المدرب لا حلو ولا قوة حتى المدرب من وجهة نظري يعني أن قليل خبرة يعني اليوم النصر لو أنه هو ياب مدرب موجود في المنطقة عارف خبايا الأمور كان ممكن يخدمه أكثر عن هذا المدرب صحيح يعني سالم ربيع كان ممكن يخدم الفريق أكثر من هذا المدرب لأنه سالم عنده تجربة صحيح إن كان عنده في نادية أو في ناد الوصل أو في العربي أو في أكثر البعض رشح لهم على فكرة كايو زناردي اللي هو المدرب مساعد المدرب السابق واللي أغاله نعم البطايح نعم كان مرشح في فترة من الفترات أنه يتواجد في النصر نحن كان المفروض المفروض يعني أنت اليوم أمامك خيارات هذا المدرب ريال غريب على الدوري غريب على الكرة غريب على اللاعبين لكن أنت في الحالة هذه تحتاج لمدرب قريب من دوري قريب من اللاعبين صحيح يعني اليوم مثلا الظفرة لما فكروا في بدل لدريسي فكروا صح لتجربة معاهم ريال عندي فكرة عن المنطقة ريال عندي ثقة واللعيبة تتثق فيه فيابو أنا أقول لك أنت في وضعية مثل هذه لابد في الجانب المهم جدا أنك أنت تعرف منه بتاخذ أو تعرف مع مين بتتعاقد ثاني شي ذكر بوفهد نقطة مهمة جدا الفرق الذي تحب تغير في الانتقالات الشتوية ياتيب لعيب أفضل عن الذي عندك ياتيب طيب أما أنت اليوم تيب لعيبة أقل عن الذي عندك سعر دعنا نأخذ ثاني شي يعني الشغلة الإيجابية الوحيدة أن ثلاث أربعة من اللعيبة الذي يابوهم المواطنين أتكلم الذي يابوهم هذين بدأوا تدريجيا يعطوا الفارق صحيح بدأوا يدخلون وبدأنا نحس أنهم ما يسوون فارق لكن المشكلة وين المشكلة في الثلث الهجومي لفريق نادي النصر إلا ما هو قادر يسجل يعني أنا شخصيا اليوم شفت المباراة الشوط الأولاني شوط للنصر طيب وسجل الشوسبة الوحدة والشوط الثاني النصر حاول أكثر من مرة بس ما عنده من يخلص ما عنده من يخلص نعم هذه المشكلة سيظل يعاني من فريق نادي النصر إلا يعني 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 يحصل شيء أنا أقول لك معجزة نعم طيب بفايد في المقابل الوحدة يلعب على بطولة وحدة فقط الآن يعني الضغوط كلها تتجه إلى الدوري البعض توقع أنه في ظل ظروف النصر أن الوحدة يضرب بقوة يسجل حضور أقوى الوحدة نعم انتصار لكن خلينا يقول انتصار خجول ثلاث نقاط مهمة ولكن كان يعني بالإمكان أفضل من هذا الوضع أنت الآن تلعب بيريحية أكبر عن الفرق الأخرى صحيح بابد الرحمن يعني شوف أنا يمكن ذكرت الوصل قبل شوي والوحدة نفس الوضع يعني دائما نشاف نفسه موجود في هذا المكان وفي هذا التوقيت في الدوري ما راح يفوت في هذه الفرصة ويحاول يركز يخلي كل تركيزه في المنافس لأن مثل ما ذكروا الأخوان وابو يوسف ذكر أن المواجهات المباشرة يعني الحين في الجولات الياي راح تحسن أمور كثيرة صحيح يعني فوز يعني في نفس الجولة وهذه يفوز وانت تفوز ممكن تحصل نفسك بتصدر أو أنك أنت على مقربة متصدر بفرق اللقطة فالفرق ما راح تفوت الفرصة هذه سواء كان الوصل والعين والوحدة فما بتفوز الفرصة هذه يمكن الشارجة أنا أقول شوي وضع مختلف لأن بدوا يعني حطون اهتماماتهم في بطولات أخرى بحكم تواجدهم في كل البطولات حسابات كانت تصير لعيبة ترتاح تدوير كذا يمكن هذه الأشياء شوي أثرت لكن مثل ما تتفضلت بعبد الرحمن الوحدة متفرغ للدوري وعنده فرصة ذهبية أنه بالمفروض يكون أفضل وضعه كأداء حتى بما أنه متفرغ للدوري لأن اليوم الوحدة ما قدم مباراة كبيرة نعم خذ الثلاث نقاط هي الأهم ولكن كمباراة ما كان في مباراة كبيرة من طرفها رحيح مش شاهدنا المباراة بابد الحمان فعلا أتفق معك لكن كل مباراة لها ظروفة لكن يعني يمكن حتى الجزيرة جزيرة شفنا في هذا مباراة ما كان يعني معت صحيح حد كلب خسر وفرق تعادل معها لكن اليوم شفناه يشارجة ضرب بقوة ظروف مباراة كل مباراة لا ظروفة فأتوقع أن الوحدة يمكن حب أن اليوم يعني يفوز بأقل الخسائر المهم أنه ما يفرض في النقاط الثلاث وقدر يفوز بالنقاط ولازال موجود في وقع 37 نقطة بينه بين المتصدر ثلاث نقاط صحيح الجولة الياية ممكن حتى يستطيع أنه يتصدر فأعتقد يعني هو موجود بقوة كل الأمور رايحة للجولة القادمة على فكرة يعني لو في حد يمرتب الجدول بهذه الطريقة ما رح ترتبنا قمم بهذا الشكل لا وفي الجولة 19 على فكرة مدوري ما رح تضمط معه يعني فعلا يعني الجزيرة وشباب الهل يوصلوا الشارجة والوحدة والعين يعني ممكن نشوف في المفارقات الجولة هذه بأمدرحمن كل الفرق يعني جول اليوم كل الفرق اللي فازوا برع ملعب صحيح وحتى أمس يعني كل الفرق اللي فازوا باستثناء طبعا العين واخر فكان اللي تعادلوا صحيح بعد اللي برع فازوا يعني ما حد فاز بملعب إلا العين فرق فرق وقوحيد يعني حتى فرق قامت تخسر حتى في خارج ملاء يعني كلها خارج ملاء هذه بالنسبة للأرض بنتكلم فيها تحديدا مع الشارجة بعد مروح للمؤتمرات الصحفية وبعود لأبو يوسف فضل فضل أبو عبد الرحمن فضل ترى الوحدة اليوم فاز بخبرة لاعبين يعني خبرة اللعيبة لعبت دور كبير جدا في المباراة نعم مثل ما تفضلت ما قدم المستوى المفروض قدمه لكن خبرة اللعبين لعبت دور في المكساب صحيح طيب نذهب إلى المؤتمر الصحفي بعد المباراة واللقاءات ونعود مع بو يوسف كالعادة سعيد لأداء فريق اليوم سعيد للنتيجة التي يخرج عليها المباراة برغم إصابة بعض العجين ورغم تعرض بعض بعض العكاة الصحية لا يمشاركوا في التدريبات ولكنها سعيد للنتيجة النتيجة تعبر بشكل كبير عن من الذي فضى باللقاء والناصر كان مثلنا يبحث عن نفس الهدف الفوز بالمباراة أعتقد أن عشان الفوز من ورزم تدير التسعين دقيقة بشكل جيد والهدف له نفس القيمة سواء أحرصه في أول دقيقة أو في الدقيقة تسعين اللعبنا بشكل جيد اليوم سواء في ناحية التحول من الدفاع للهجوم أو من الهجوم للدفاع سأل خير الجميع وهني فريق الواحد على الفوز أشعر بالإحباط أعتقد أن اليوم لابنك ونستحق الخسارة الفريق قدم كل شيء ونلعبنا مبارا جيدا اليوم خاصات فهم في شهرة الأول في كرة القادة عمومة إذا لم تحرز أهداف لا توقع أن تفوز نحن أصدق من أول خطأ لكن لدينا 20 صورات مثل نحن من أجل ونحن ونحن لكن لدينا أكثر من فرصة ونحن أكثر من فرصة كنا ونحن لنحن لكن لن نحرز الهداف إذا لم تحرز الهداف لن تفوز لكن لا أستطيع أخبر أشكر للاعبين اليوم ونقدموا كل شيء الحمد لله أشكر أخوان اللاعبين على المجهود اللي بدلوه الحمد لله نحن ياني هني عاربين أنها تكون مباراة مش سهلة تكون مباراة صعبة الحمد لله هام شيء خذنا المطلوب ونكمل علىها الروح والإصرار إن شاء الله بدل الله نحن كل مباراة نستعد لها أحسن استعداد لأنه خلاص مباراة نكون يعني الله يوفقنا إن شاء الله في المباراة وأتمنى يعني الروح والإصرار هذا اللي شفناه اليوم المباراة لياي إن شاء الله بإذن الله ما بين عميد باتلو نهباهت في دورينا دوري أدنك للمحترفين حيث كان هذا العميد يضرب بكل قوة وكانت له قصة جميلة مع البطولات ومع الدوري والمنافسات ومع تغذية المنتخبات الوطنية بأبرز اللاعبين لكن هذا العميد بات لا حول له ولا قوة على ملعبه خارج ملعبه الفريق ليس بالفريق الذي أصبح يشبه شيء من عميد زمان بينما الوحدة يمشي بخطاة ثابتة رغم أنها متعثرة أحيانا إلا أنه يطمح أن يتواجد في سلة منافسة دورينا العميد في وضع جدا سيء أحميد يعني أفضل فترة يمكن عشتوها أنتو حتى كلاعبيين ولما كنت داري في العين في عفوا الوصل مباراة الوصل مع النصر كان لها طعم كبير جدا الآن خلاص النصر أصبح خارج الخدمة في هذا الموسم وبأمر من عنده كأنه منع حال نفسه إلى التقاعد طبعا الوضع الذي يمر في فريق النصر حاليا أكيد وضع صعب لابد أنهم يتجاوزون الوضع هذا بتكاتف الجميع خاصة مجلس الإدارة والجهاز الفني والإدارة واللاعبين ومثلما الجمهور مساند لهم الآن الجمهور يساند للأمانة لا لا في رغم وضعية الفريق صحيح حاليا على أساس أن الفريق يقدم هذا إذن هناك بوادر أن الفريق عنده مقومات أنه يرجع للمباريات بالرغم من المباريات التي هي صعبة يلعب مع بنياس مع العين مع كلبة مع الجزيرة مع شباب الأهلي نعم يعني خمس مباريات متتالية يعني من العيار الثاغية شوف النصر بالمناسبة في آخر خمس مباريات خسر في ثلاث وانتصر في مباراتين الانتصار هذا أتى بعد الشتوية كان يعول عليه الفريق أن يطلع من الدوامة لكن الآن رجع دخل في نفق الهزام المستمرة وما ريد أقول يعني استخدم كلمة الهزامية ولكن وضحت لي أن بعض اللاعبين كأنهم مسلمين بالأمر أن النصر لا يملك حاجة يقدمها أكثر من غير المعقول كور مثل هذا يضيع على فريق النصر يعني ما زال فريق النصر يملك أسبا ممكن نقول سوء طالع يعني اليوم أوكي نحن ملابع ملابع يعني أوكي يعني في فترة من فترات كان هدف من لمس اللولة يسجل صحيح يأتي الفترة مع كلبه يعني فقط حساسية التسجيل والمشاركات تم استبعادها حتى من منتخب بلده صحيح عطفا على تراجع مستوى لذلك اختيار لجنة الكرة وشركة الكرة لللاعب هذا في الوقت الانتغرات الشتوية ممكن يعني علامة استفهام أو مجازفة يعني اللاعب ما كان يشارك بشكل كبير مع كلبه وما عنده رصيد من الاهداف يعني عساس أنك كنت تتعول عليه ولكن في المقابل هو كلاعب ممكن يكون الرفرنس يعني اعتمد عليه الفريق في المقدمة والناس يخدم منها عندك تعرض يعني ممكن منديز اللي هو كان يعمل الفارق صحيح مستوى متدني ومن منديز اللي كان يعني يعمل الفارق واحد ضد واحد اللي يسجل اللي يصنع طيب يعني منديز المفروض يكون أفضل من الوضع هذا لأنه اللي يغذي المهاجم اللي يلعب كراس حربة العامل الثاني يعني اليوم يعني تشوف يعني خالد جلال ما شاركه من فترة طويلة لكن شاركه مستوى طيب عمل عمل يعني ثقل في نصف كمالك ذلك حمدان رقم العودة من اليصابة كل الإشاء يعني غد ما مباراة طيبة لذلك على مدرب الفريق أن يحل بعض الجزئيات اللي هي تنقص الفريق من ناحية التسجيل من ناحية عدم استقبال أهداف لأن حاليا مبارياتك بتكون مباريات صعبة مع الفرق نعم تنافس مع الفرق يعني في نصف الجدول يعني المفروض في مباراة بنياس مدرب يعني بأي طريقة يأخذ ثلاث نقاط طيب ما يخسر مباراة بنياس فمقابل بنياس على فكرة كان خسران في مباراة بنياس ولكن وضعها في نصف الجدول يعني ما عندهم يعني و المباراة بتكون في ملعب النصر صحيح يعني لوافع الموجودة عند النصر أكبر المحروضة عندهم عندهم أكثر مباراة تحققت في دقائق أخيرة أحيانا إلا أن الفريق مش هو اللي ياخذ زمام أمور المباراة الوحدة متى يتغير رتم اللعب عندهم من يدخل تيقالي كمهاجم ثاني مع جواو بيدرو تشوف الفريق يعني يختلف اختلاف كلي نعم لا تنسى أنت الغيابات اللي كانت اليوم في الوحدة ترى مؤثرة جدا خاصة في خط الدفاع نعم بفارس بمنتا ما شاركه يعني شارك أحمد راشد من فترة طويلة وما شارك كفو علي أن شارك في المباراة اليوم مع لاعب الزهر لكن في لعيبة مثل عبدالله حمد راجع من الإصابة سماع المطر اللي هو المفروض يكون يعني خصانع لعب في الفترة الغادمة ما أعرف مدى جاهز زي ته ولكنه موجود من مبارتين في دقة الاحتياط فبريرة كان اليوم خارج الغايمة لأنه يمكن مريض لذلك الواحدة عندهم لعيبة في نص الملعب عنده الأفضل عندهم الأفضل عندهم الأفضل لذلك يقدرون في الكرات المرتدة الكرات العكسية يتحولون بشكل كبير نعم برغم أن الجواب يقدرون خلال آخر مبارتين ثلاث ما طلع بالشكل المطلوب ولكن يكون مساهم في هذا خاصة من تقالي بخبر يعمل الفارق صحيح متى ينزل متى يقطع لذلك تحصل وحدة من يدخل تقالي تغير شكله تغير شكله بشكل كبير نذهب إلى ختام الجولة التي جاءت صافرتها من الإمارة الباسمة التي احتضنت لقاء بطال السوفر مع القادم من العاصمة فخرها وهو الجزيرة مواجهة شاهدت العديد من التغلبات والندية والإثارة نتابع تفاصيلها قمة منتظرة وأجواؤها كانت مميزة قبل أن تنطلق بساعات الشارق يستقبل الفخر في أول مواجهة للملكي بعد الفوز بكأس السبر 2023 كوزمين يغيب عن دكته بسبب الإيقاف ومساعده يتولى المهمة خطط هجومية مفعمة بالنشاط يدخل بها الفريق للقاء الجزيرة الذي تزين بالأسود وقبل البداية الرابط تكرم الحكم الإماراتي المتألق والمساعد الأول محمد أحمد يوسف تقديراً لجهوده الكبيرة في كأس العالم انطلقت صافرة المونديال محمد عبدالله والملك كان جاهزاً لإسعاد جماهيره مبكراً ولم يكن بحاجة سوى دقيقتين من أجل هز شباك الضيوف جانيني يستغل خطأ خليفة الحمادي في تشتيت الكرة ويعقب الفخر على تراخي دفاعه هدف أشعل المواجهة سريعاً ولم نكن بحاجة لمشاهدة أي حذر تكتيكي اشتعلت الأفراح الملكية البيضاء ومعها أيضاً لم تتوقف حناجر عشاق الجزيرة عن الهتاف في مشهد غاية بالروعة بالملعب البيضاوي الشارقة حافظة على نسق الأداء ولم يتسرع لتسجيل الثاني أما أبناء كايزر لم يتغير عليهم أي شيء واستمروا بالضغط المتواصل من الخطوط الأمامية وعلي مبخوت كان خارج نطاق الحضور الذهني طوال 45 دقيقة وتلقى انذاراً غير مبرر في الدقيقة السابعة والعشرين آخر خمسة دقائق من القسم الأول حضرت معها علامات الاستفهام الحسن يتدخل على سالم راشد والحكم يحتسبها ركلة حرة من على مشارف منطقة الجزاء سالم يخرج بديلاً بسبب الإصابة والحكم يعود لتقنية الفار ليتأكد من القرار الشارقة يكسب رهان النصف الأول بكل نجاح الشوط الثاني جاءت بدايته بشكل مغير جداً عن سابقه مارسل كايزر حفز لاعبيه بإسلوب مختلف أما الحسن صالح ومن أخطأ من على حدود منطقة الجزاء في النصف الأول ونجأ من التسبب بركلة أخرى عاد في الحصة الثانية ليقوم بعرقلة علي مبخوت من قلب المنطقة بعد ستة دقائق فقط من صافرة محمد عبد الله ركلة جزاء ينفذها مبخوت بكل نجاح أسعد جماهير الفخر القادمة من العاصمة إلى الباسمة انتفاضة الجزيرة تواصلت بكل قوة وبعد عشرة دقائق من الهدف الأول مبخوت يراوغ دفاعات الملك ويتسدد كرة صعبة الحسن يتصدى وبن شرقي يتابعها ويسجل الثاني في شباك الشارقة كوزمن غاضب وتبديلات الروماني توالت بعد التأخر بهدف طالت ردة فعل الشارقة لأكثر من ربع ساعة باكو الكسير يستغل الفرصة وخصيف يخرج بشكل خاطئ لوام بريرا في المتابعة مسجلا هدف التعديل كرة عرضية من عبدالرمضان وعلي مبخوت يقدمها على طبق من ذهب إلى خلفان مبارك ليسجل بكل سهولة في شباك الحسني احتدم الصراع بين الكبيرين في الميدان جماهير الشارقة توقفت كلها تتابع الفرصة السهلة التي أضاعها عثمان كامارا في الدقيقة الأخيرة فرحة لم تكتمل للجماهير الملكية الجزيرة يقلب الطاولة على أصحاب الأرض ويحقق الانتصار العاشر له هذا الموسم برصيد ثلاثة وثلاثين نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الشارقة صاحب المركز الخامس حاليا إثارة دورينا لا تتوقف والكرة الإماراتية تقدم أعظم نسخة تنافسية لها منذ سنوات عديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خسارة ثانية على التوالي تجرعها الشارقة وهذه المرة على ملعب خسارة أمام خورفكان وفرحة كبيرة في السوبر وعودة للسقوط أمام الجزيرة هذا ما قال إلي فريق الشارقة الأمور ما زالت يعني مؤاتية أما فوز في المباراة القادمة ومواصلة مطاردة فرق الصدارة وأما يعني يضعف الحظ بشكل كبير جدا في الدوري بينما الجزيرة أنعش ماله بهذا الانتصار ولو على المستوى المعنوي بعد ما كان بعيد نوعا ما وبعد ما خسر في أكثر من مباراة بمحمد الشارقة يعني خسارتين مجعات في الدوري ست نقاط يعني خسرهم الفريق في آخر خمس مباريات جمع فقط سبع نقاط وهذا يعني عدد غليل بالنسبة لفريق يطمح أن يكون معا مع ثرق المنافسة أولا نقول طبعا مبروك لي الجزيرة وهارد لك لي الشارجة إحنا خسارة خورفكان قلنا أن الشارجة قاعد يفكر في السوبر نعم طيب لعب مباراة السوبر فاز في المباراة شوف يمكن الأخوة كذلك لعبين ومروا بهذه الظروف دائما بعد أي بطولة يحصل نوع من الدروب عند اللعيبة حاجة نفسية نعم هذا وارد عند أي فريق المشكلة وين المشكلة لأنك أنت لو أنت ليس في قلب المنافسة ستكون الخسارة أهوان مشكلتك أنك أنت موجود في المنافسة أي خسارة تروح لصالح منافسينك وبالتالي هذا الذي حصل اليوم بالنسبة لفريقنا هذه الشارجة فريقنا هذه الشارجة أعتقد من وجهة نظر الشخصية أنه أولا لعب مضغوط نعم سوبر ولو أنه يعني فيه خمسة أيام موجودة لكن أحيانا العوامل النفسية تلعب دور وهذا أنا أقول احتمال الشغلة الثانية لعلمك أحيانا في مباراة مثل هذه لما نسجل من البداية في أول دقيقتين الهدف هذا سلاح ذو حدي إما يخدمك ويعطيك ثقة في نفسك أو أن الثقة هذه يعني يصير عندك نوع من الثقة الزايد المفرطة طيب وهذا اللي حصل بالنسبة لفريقنا هذه الشارجة العامل الثاني أنا أعتقد أن كوزمن يعني شوي حساباته يعني تخربطت في هذه المباراة عديدا نعم تقول لي كيف هو احتفظ بأسماء كبيرة موجودة كان يفترض أن يبدأ فيها المباراة أولهم كايو أولهم كايو الظاهير اللي من الضنحاني محمد عبد الباصط يعني الأسماء هذه أنت كان يفترض أنك أنت تدفع فيها من بداية المباراة اتأمن النتيجة وبعدين تبدأ أنت إذا تستخدم ذكة البودلة وذكة البودلة عنده ليس سيئة كايو يتحمل عفوا كوزمن من يتحمل نتيجة المباراة أنا نعم أقول كوزمن من يتحمل نتيجة هذه المباراة لأن قلت لك كان يفترض أنه لا يجازف هذه المجازبة طيب كان يفترض أنه يبدأ بالأسماء اللي ذكرناها لتأمين النتيجة وهذا عامل مهم جدا اليوم النتيجة هذه ضرت الشارجة صح لكن في المقابل خدمة فرق وخرى موجودة صحيح فرق الصدارة فرق الصدارة بس في الوقت نفسه هذه النتيجة كيف ستكون أمام فريق نادي الوصف لأن أنت مباراة القادمة ستكون أمام فريق متصدر بس بترجع بتقابل جزيرة في الكاس بتقابل جزيرة في الكاس وهذه مشكلة أخرى موجودة بتقابل جزيرة بعد ثلاثة أيام وترجع بتقابل الوصل بعد ثلاثة أربعة أيام صحيح يعني أنت في ظل سبعة أيام معنات ستلعب ثلاث مباريات كل مباراة أقوى من الثالث وهذا اللي قلناه ممكن تخسر بطولتين هنا الكلام بيك أنا أنت ممكن تخسر بطولتين في الحالة هذه لذلك كان يفترض أنه يتشبث بالدوري ويلعب بالتشكيل الأساسية على الأساسي أمن النتيجة وبعدين يروح على موضوع الكاس البدلاء كوزمن حسبها بالعكس بالعكس طيب وهذا اللي حصل بالضبط طيب أبو فهد اليوم يعني وجود لاعب مثل كايو على دكة البدلاء وهذه اللعيبة محترفين وعندهم يعني إمكانيات كبيرة جدا يعني أنت إذا كايو ما بتمدأ فيه كقايد فريق أعذرني على الكلمة ما محد يكون أجهز من كايو كايو لاعب محترف متكامل عنده تجربة وقصة احترافية جميلة كان يقدر يعمل فارغ دخولي في الدقيقة الـ 65 متأخر نوعا ما ما في شك يعني كنا استغرمنا وجود على الدكة طبعا كل مدرب عارف فريقة وعارف مكانيات لاعبين وعارف ظروف الفريق نحن ما نعرف شو اللي حصل يعني موضوع كايو يمكن حتى تفاجأني ومبارات الكاس أن الكاسير كان برا بعد ذلك سمعنا أنه كان مريض ثلاثة يام واتمرن ففي أشياء تحصل نحن ما نعرف لكن بالظاهر يفترض اللاعب هذا يكون في الملعب لأن أنت يعني خسارتك من خور فكان نزلتك من المركز الأول للرابع أو الخامس اليوم خسارتك أنت ظليت في الخامس أنا وجد نظري شخصية الشارج الجولة الياية يخسر حضوظه في الدوري شبهة تكون 90% برع دوري أنا أقول بأمانة لأن أنت خسارتك في الجولة الياية أنا أشوف الجزيرة والشارجة بالنسبة للجزيرة والشارجة هم الفريقين اللي موجودين حاليا في المنافسة صحيح الجولة الياية يخسرون خارج المنافسة لأن ما نبالغ ونقول لا بدري لا لا مش بدري سبع جولات تبقى وفرق اللي فوقك ما راح كم يخسرون يعني لا يخسرون ثلاثة مباريات وانت تفوز كل مباريات صعبة الآن المشكلة مثل ما قال أبو عبد الرحمن ما بمشكلة الدوري بس مشكلة الكاس صحيح مشكلة الكاس أنت اليوم هنا يعني عوامل لازم يكون فيه استرخاء ذهني هذا مهم جدا بالنسبة لفريقنا هذا الشارجو وفيه التحضير للمباراة والتحضير للمباراة يدخل فيه العامل النفسي والاستشفاء والأقرأ والأسماء اللي ممكن أبدأ فيها وكل هالأمور فيعني استخراء ذهني هذا عمل بروحة قصة صحيح كيف بيتعامل معها فريقنا هذا الشارجو في ظل المعطيات والظروف اللي جدامك أنت مثل ما تفضلت رحت الخامس الآن وانت ممكن تطلع من البطولة في يوم ستة ويوم سبعة هم يلعبون صحيح نعم لكن أتفق معك عبد الرحمن يعني يفترض أن لاعب مثل كايو لاعب هذه الاحترافية لاعب هذا الوزن لا يعني يفترض أن مباراة لاعب قبل أسبوع واليوم يلعب مباراة وبعض ثلاثة أربعة أيام عنده مباراة أعتقد طبيعية جدا يعني يقدر يلعب من ناحية البدنية كل اللاعب يلعبون صحيح أعتقد مفروض يعني يفترض أن اليوم يلعب كل قوته يضمن بقاء وحضوظه في الدوري بعد ذلك كل حادث يروح للكاس بعدين نعم بالضبط صحيح هو ممكن فكر في الكاس بحكم أنه يقابل نفس الفريق لكن منطقيا دكة الشارجة أفضل من الجزيرة فرحمن أمدل الشارجة دايما لو يكون عنده مباراة في الكاس يتأثر قبل المباراة للكاس ويخسر أو أنه بعد الكاس يبتدي يعني لو تذكر أنت مباراة الوحدة في الكاس فاز على الوحدة بعد ذلك صار فيه دروب كبير في فريق نادي الشارجة طيب قالوا احتفالات وفرحمن ما فيش يسمح تفرح يومين تفرح وخلاص نتهى الموضوع شو صاير مع الشارجة على ملعبه الفريق يعني السنة نتائج على ملعبه ما بجيدة ثلاث انتصارات فقط اليوم هزيمة على ملعبه دايما الفرق اللي تريد درع الدورية الملعب دايما يقولك المدرب ما تخسر عليه نقطة كوز من هاجم لاعبين بعد الخسارة السابقة قال أنا عندي يعني لاعبين مزاجين ممكن يفوس على أي فريق وممكن يخسر من أي فريق والغريب بابدرحمن فعلا يعني ويخسر من المنافسين يعني يشوف الخسائر اللي يخسر الشارجة في ملعبه كله مع المنافسين حتى التعادلات من المنافسين يعني يمكن يخسر من الوصل خسر من الوحدة جزيرة والجزيرة اليوم يعني تسع نقاط هاي وفي ملعبك صحيح فرق منافسي يعني يفترض أنه يعني إذا ما قدرت تفوس على الأقل ما تخسر على الأقل تأخذ نقطة من الفرق قال إنه بعده ما يبتعد عنك لكن أنا أقولك الجولة اليوم على فكرة لو يخسر ممكن ينزل السابع نعم لأنه فارق بينه بين عجبان نقطتين عجبان بين لعب مباراة مع أخر فكان لو يقدر يفوس فعني الوضع ما بسهل يعني من منافس نجاح رقم واحد بكوزمن بالأمور كلها فقط في الدوري شو باب عبد الرحمن الكل يعرف أنه أي فريق تبقى تقيس فريق دوري صحيح أنه فيه فرق يعني تبحث عن الكاس صحيح لكنه كمعيار كميقياس هو الدوري يعني الكل نحن لما يتكلم عن مثل عسلم نثال الوصل يقول لك 16 سن ما يوب بس في الداس وصل يا بطولات النصر 35 سن ما يوب بس يا بطولات ثانية أكثر عن 3 بطولات بس الكل يقيس شو باب عبد الرحمن على الدوري طيب أنت بالنسبة لك أبو فهد تشوف أن مغياس الشارج بناء على ما يملك من أسماء وما يملك من مدرب مدرب كلنا نتفق أنه كبير الدوري بلا شك مم بس الدوري على الأسماء الموجودة وعلى الدكة الموجودة يفترض أن الفريق يكون منافس على كل المطولات لين آخر الرماء ما بتخلي شيء هذا الكلام حتى لا هذا الكلام ينطبق على شباب الأهلي صحيح ينطبق على شباب الأهلي أيضا ينطبق على يعني مثلا الفراق التي تم تلك جميل نتكلم بالواقع أنا لا نتكلم عن الفراق نتكلم بالواقع شباب الأهلي عنده يفترض يكون موجود كل البطولات وتقريبا موجود كل البطولات الشارد هو نفس الشيء صحيح طيب أحميد سؤال بنعم أو لا قبل لا أروح المؤتمر الصحفي الشارج يطلع من المنافسة أو بل لا لا ما طلع أنت قلت إذا خسر فريق أربع نقاط يطلع من المنافسة طلع لك تسجيلك اللي قلته حينما يوجد عليك الشباب زين نبهوا لي لا لأن نتاج الثاني خدمت أصحب كلامك عشان أروح إذا ما بتصحب كلامك نطلع التسجيل عقبال هذا أخبرك ودو بالماس عشان برالي الوصل نتابع المؤتمر الصحفي ونعود بعدها مع أحميد يوسف والله صبرنا عليه لما تسجن توقيت يوسف كان يرامل حراركا على فريق المنافيز لكنه يمنحون الأمر يمكن أن يطلق كبيرا من أجل وحيط أنحا لا يجب فعله أعطنا سعداء الفريق المنافيز ستكون لفريق المنافيز أعطنا الأجازرة سيدنا في الآبار ونحن نزيق في مرة أخرى معığım مرة أخرى. في الأثنان نحن نزيق لجده في للمطرة أخرى. نسأمل أن جمعنا بإمتالي مطارسة لما لا يستحمر. نستطيع أن نتحرك هذا اليوم. نستطيع أن الجيد في الأمراض مستخدم. بشكل عام كل شيء كان جيدا لقد قدمنا أداء رائعا في ملعب الشارقة وهو خصم صعب كل اللاعبون قدموا أداء رائعا خاصة علي مبخوت الذي كان نجم الليلة مواجهة الدور الربع النهائي من كأس رئيس الدولة أيضا ستكون صعبة ونحتاج للراحة والاستعداد مرة أخرى للقاء الشارقة مبروك لفريق الجزيرة حارد لك لفريق الشارجة الحمد لله أنه عندنا بعد يومين ثلاثة أيام ممباراة نقدر نعوض فيها أتوقع أن ننسى هذه المباراة خلاص عدنا بطولة جاية وكنا نحن نحامل لقب الماضي بالعكس تركيزي راح يكون حق المباراة الجاية تركيز كبير وإن شاء الله نقدر نحقق الانتصار ونفوز إن شاء الله مباراة كبيرة كذلك قدمها الجزيرة استحق للأمانة عليها الثلاثة نقاط من خلال أداء كبير أداء مميز لاعب للأمانة يعني محترف بكل ما تحمل الكلمة من معنى علي مبخوت الذي ساهم بشكل كبير اليوم في تحقيق هذا الانتصار مع بقية الرفاق في الجزيرة بينما الشارقة أصبح يعني على ملعبة علامة استفهام كبيرة وكبيرة جدا حيث أنه من غير المعقول أن يكون فريق منافس ويخسر كل هذه النقاط على ملعبه الآن بنعود لحميد يوسف ونشوف ليش غير كلامه بيوسف بيوسف تفضل أحين أنت قلت الفريق الذي بيخسر أربع نقاط منهم بيطلع من المنافسة بيبتعد شوية لا أنت قلت بيطلع لا تغير كلامك أحين بريق خسر ستة أنا أشهد أحين ستة نقاط خسر قلت لك طلع من المنافسة قلت لي لا ما طلع انتاج الثاني خدمته الفرغ الباقي تفوز لا لا ما لأحين الأفضلية للشباب الأهلي طيب صح لكنه ما يعني عندهم نسبة معينة الشارجة من براء القادمة بس همم مبرر لا ليش أنا أقول لك ليش أنا أقول لك ليش أنت الآن العين كم مباراة انتصر على التوالي خمس هذه المباراة الساتسة على التوالي طيب في المقابل أنت الشارجة شو حققت من الست مباريات خل الخمس مباريات أنت خسران أنت أقل فريق من المنافسين جمعا للنقاط يعني عجمان أكثر منك الآن عجمان خسر مباراتين بس فاز في ثلاث فاز في ثلاث وهذا كله حسابيا بعامل النقاط أنت من الأول إلى الخامس صحيح لكن ما يعني أنك بتعت نهائيا لأنه عنده فرصة أخيرة الجولة القادمة مع الوصل مع الوصل طيب خسارته مثل ما قال بفهد الشارجة وخارج المنافس وفوز الشارجة هي رجع الأمور يرجع نعم يرجع لأنه فارغ الخمس نقاط وعنده مواجهات مع المنافسين ما تمنيت تنتج الدام الوصل تكون هالظروف ما لا المباراة تكون لها حسبة خاصة بين مدربين و الفريغين صحيح لكن يعني أنا سيد كوزمن في اختيارات اللعيبة اليوم مدرب ذكي وعارف أمكانيات لعيبته وعنده ثقة في لعيبته طيب لذلك حاسب كل يعني الأمور يعني اللي بتحصل فيها المباراة إذا فاز إذا تعادل إذا خسر كل هذه الحسبة هاي موجودة عنده مدرب يثلق في اللعيب اللي موجود عنده يعني دائما نقول دكة دكة لكن عنده لعيب يعني هو كمدرب عنده أول شيء سيطرة على اللاعبين يعني عنده قدرة على السيطرة اللاعبين خلق منافسة بين اللاعبين نفسهم بينهم على المراكز لذلك شوف مستوى الفريق مرتفع أضل نظر عن الخسارة رشاد إذا كنت لكن خسارتين أحميد متليات ما علي أنت الحين لما تقول لي كل هذا الكلام نحن نلتفق سيد كوزمن ما راح نغير كلامنا من إحنا الجولة الماضية لأن نفاز بالكاس ونغير الآن لكن اليوم أخطأ في المباراة عندي كايو لا ما أخطأ ما علي أنا كيف حاسب حسابي أنا شو دراني أني قد أتعرض لضربة جزاء ويتسجل علي وأدخل كايو أنت ليش دخلت كايو لك أنت تريد تعدل نتيجة لا وتخسر دوري لا ما أخسر دوري بعدها لا قد تخسر أنت الآن بالوضعية الحالية شوف بالوضعية الحالية أنت أصبحت مهدد أنا قلت لك قبل شوي الشارجة متوقف على مباراة الكاس إذا يفوز في مباراة الجزيرة في مباراة الكاس سيرجع معنوياً و سيكون في وضعية أفضل أمام الوضع يفوز في الكاس يفوز في الكاس كل ما يخسر يفوز إذا فوزت في الكاس كل ما يخسر يفوز أحين حميد أحين نفكك الأمور كل ما يخسر يفوز 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 يلعب جدان منافسة كل ما يخسر يفوز ممت عمد يخسر اليوم لكن كل ما يخسر يفوز بالنسبة لك كوزمن أخطأ اليوم في خياراته بالنسبة لك هذا الخيار المناسب الخيار المناسب له لأن لا تعرف نوع الإجهاد الذي حصل بعد مباراة السوبر حتى لو كانت الفترة خمسة أيام أو ستة أيام لا نعرف فترة الإصابات اللعبة تور عليه حميد يوم قال السوبر قلت لي لا خمسة أيام فارق سبوز أنا قلت لك السوبر قلت لي لا لا الإصابات نحن نتكلم عن الإصابات الإصابات غير والاستشفاء غير إصابة غير إصابة غير أنت حتغيرت كلامك قلت لك قلت لك أن في نتكلمين في هذا الموضوع نحن ليلة المباراة أنه ما فيه تأثير نبسي وغقب بلني على اللاعبين قلت لي أنت لا الآن متكلمين قبل المباراة ليلة المباراة ليلة المباراة قبل المباراة بعيدة ليلة المباراة متكلمين أنه في فارق زمني طيب الآن الضغط عليهم أكثر كمدرب جميل عارف شيء من المباراة الكل يتفق على هذا الشيء طيب عارف شيء من المباراة عارف ثقته في لعيبته أنه عنده لعيبة بنفس المستوى الآن الشارجة عنده مباراة بعد ثلاث أيام كوزمين لم يحضر طبعا المؤتمر بحكم أنه لم يكن موجود موقوف حضر المساعد المدرب قال أنه عندنا مباراة أمام نفس المنافس في الكاس بعد ثلاث أيام الآن إذا قلنا العامل بدني أو الأرهاق أو ما شابه ذلك أثر ما بعد السوبر اللي هي ستة أيام كيف كوزمين يقدر يعالج هذه المسألة وهو يقابل الجزيرة وهل في تأثير خمس لعيبة ما شاركهم اليوم طيب غير آخر ربع ساعة قام يدخلهم في اللموح هذا يبغي يسبق يرجع للتعادل خمس لعيبة اللي عمله الفارق في مباراة الكاس مانولاس مصاب ممكن يرجع مباراة الكاس كايو عبد الباصط الظنحاني لحظة أنا مسجن منه كمارا و كمارا وهذه اللي هم الأربعة أربعة و مانولاس إياهم ترى مانولاس لا مانولاس مانولاس خاصة إصابة يمكن يرجع المباراة ما دريبه طيب أنت الآن بالنسبة لك مانولاس حسب التقرير أربعة سابق ما مشكلة قستافو مغطي المركز بشكل جيد حميد أنت بالنسبة لك عشان نتجاوز النقطة أنت بالنسبة لك الآن كوزمن عمل حاجة يعرف شو يريد من وراها كان يريد الثلاث نقاط ما حصلت ما مشت مع الأمور نعم خسر المباراة هذه الآن هو ذاهب إلى مباراة الكاس بضغوط أكبر والضغوط هذه أني أنا ما أخسر بطولة مهمة جدا و أمام نفس الفريق الجزيرة يعني الجزيرة اليوم اللي عمله يقول لك يا كوزمن مش أنا اللي تلعب أمامي بالصف الثاني و تريد تنتصر و عبد الرحمن و يلعب بثقة الفوز الجزيرة يلعب بكامل أوراقة في هذه المباراة في الكاس في الكاس طبعا يعني ضحى في الدورة عشاء الكاس ما ضحى أنا قلت لك عنده هو ريح لعيب ريحه هو عنده لعيب اللي عنده بنفس المستوى من ناحية اللياغة البدنية و من ناحية الفنيات لازم يكون في حد أفضل ما في الآن واحد مثل كايو بس كايو و حتى كامارا من يبدل الكامارا الوان موجود رأي اليوم كامارا بما يقدمها الآن كامارا أفضل بكثير بصراحة هو يعتمد على الوان أكثر من كامارا هو كان يعتمد كامارا كان مدكة أساسا المدرب يعرف شو يبقى من المباراة و يعرف كيف يحط تشكيل المناسبة للمباراة الياية كايزر تفوق اليوم على كوزمن لا أعطي حقه قام عمل كذلك أنا أقول لك لعيبة الجزيرة تفوقها أنا في السمع هذا طب لمستواهم اللي بدأوا فيه بداية الدورة خاصة في الشوط الثاني الشوط الأول الأفضلية كانت للشارجة يعني من بداية الشوط لنهاية الشوط الشوط الثاني حصلت بعض الأخطاء سجل عليهم شفنا تحركات كثيرة من التراوري من الشارقي مبخوت نجم الفريق جميل هدف من شارقي هدف يدرس محترف حقيقي ثقيل لعب عن مستوى لكن في فترة من الفترات كانوا بعيدين عن مستواهم ذلك كان ابتعاد الجزيرة يعني كان شيء مؤثر مؤثر لو كانت الفرصة الأخيرة لهم لو ما رجعوا للنبارا وفازوا الجزيرة خارج المنافسة بشكل رسمي ذلك الجزيرة في بعض الأحيان يعطيك يحان كفريق لا يعلق عليه أكيد و أحيانا فضل فضل كمّل 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 أحيانا تشوف مستوى مستوى غريب بطيء في اللعب فضل أبو محمد قبل أن أذهب أبو فاد أنا موجهة نظري الشخصية أن أقول كايزر تفوق على كوزمين في هذه المباراة في التغييرات التي عملها و كنا نسولف أنا و أنت في هذه الموضوع أثناء المباراة هو عمل تغيير هو عندي يغير كلامه هو عمل تغيير ودى تراوري على اليمين صحيح ودى بالشرق على اليسار تغيير داخل الملعب تغيير داخل الملعب لأنه بدأ غلط هو بدأ غلط بدأ غلط و عدل هو بدأ غلط حتى كوزمين بدأ غلط لا لا كايزر بدأ غلط كايزر تراوري طول المصر ولا على اليمين تود ليه هناك على اليسار بدأ غلط صح بدأ غلط لكن شو سوى صلح غطاء راح عدل ودى تراوري على اليمين ودى بالشرق على اليسار حرر اللي يخلق لك البلاوي كله عليه 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 مبكو الحلول الفردية يسويها ود ياب في التغيير ود خلفان مبارك أو مبارك خلفان خلفان مبارك صحيح صانع ألعاب على أعلى مستوى عمل تغييرات موجودة من الدكة وداخل الملحب تفوق فيها على كوزمن حاول كوزمن يرد لا يمكن بو فهد الشارجة مع الجزيرة في مباراة قادمة لمن الأفضلية عطفا عن نتيجة المباراة العامل النفسي البعد الزمري القصير جدا للمباراة شوفوا عبد الرحمن نحن يمكن تقرر من اتفاقنا أن الكاس ما أثر على مباراة الجزيرة لأنه فيه خمسة أيام ستة أيام أعتقد كان وقت كافي ثلاثة أيام اللي أنا بقوله أن كايزر لعب كل أوراقة وكوزمن يفكر في الكاس طيب والرغم الرغم أن الفريقين رح يقولون مع بعض يعني بيتلاقون مع بعض ضد بعض صحيح يعني يفترض أن الاثنين يفكرون في الكاس نحن بنعود للكاس على كله لكن هكذا بدأ بكل أوراقة نعم لكن كوزمن تحفظ في بعض أوراقة حق الكاس أنا وجهة نظري ولا ما في أي مبرر ثاني غير هذا اللي نحن نشاهد فينا صحيح بالأشيق شكر تغديل لك مفهد ما قصرت شكرا الله عبد الرحمن ومحمد ما قصرت شكرا الله عبد الرحمن ويوسف ما قصرت شكر تغديل لك أظنك أصريق على رأيك لا بالأقص ينافس بعدها لا لا ينافس شارجة كما يلطوم كل البطولات السنة نضرب مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام ملاعبنا بعد ختام الجولة الثامنة عشر اللي شهدت بعض التغلبات في فرق الصدارة حيث كانت الأمور مستقرة لمدة خمسة أيام فقط اللي تغير في فرق الصدارة العين كان يزحف خطوة بعد أخرى إلى أن تصدر مؤقتا إلى أن بانت نتائج هذه الجولة والجديد أن الشارقة ابتعد نوعا ما عن فرق الصدارة بخسارة أو خسارة أخرى حدثت على ملعبة تحديدا بعد خسارة مباراة خور فكان إذا ما أحرز الشارقة لغة بالدوري تذكروا مباراة خور فكان وهذه المباراة إلى المنتقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة